فتاة بنغازي هو العنوان الأبرز الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا قبل أيام بعد انتشار فيديو وحشي يظهر في هذا الفيديو مجرمون وهم يقومون بحلق شعر شابة في بث حي ومباشر على موقع فيسبوك الفيديو الذي نعتذر عن عدم نشره لبشعته أظهر الشابة وهي مستسلمة لا حول لها ولا قوة واتضح فيما بعد أنها تحمل الجنسية الأردنية بحسب ما نشرت مواقع إعلامية ليبية التي أضافت أيضا أن الفتاة تم الاعتداء عليها جنسيا الموضوع تحول لقضية رأي عام ليس في ليبيا فقط إنما في الأردن أيضا إذ أطلق الناشطون هناك حملة تطالب الحكومة الأردنية بالتدخل لحماية الفتاة وإعادتها إلى الأردن بعد أن كانت في رحلة لزيارة أقاربها هناك الحملة وصلت إلى الوزارة وزارة الخارجية التي بدورها نشرت بيانا قالت فيه بأنها تواصلت مع السلطات في ليبيا والتي أكدت بدورها بأنها قامت فور تلقيها معلومات عن الحادثة باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيث تم وضع الفتاة في مكان آمن ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين كما ذكرنا هذا الموضوع أثار جدل كبير وخاصة البيان والبيان المقابل لم يشفي غليل كل من شاهد هذا الفيديو المفزع سواء من الليبيين أو الأردنيين دعونا نقرأ أبرز ما كتبوه ونبدأ من محمد الذي غرد في هذه التغريدة يقول إلى أين وصل الشر في هذا العالم أن تصل الأمور بنا الاعتداء على امرأة بهذا الشكل هي جريمة نقراء ومن قام بها بالتأكيد يعاني من اضطراب نفسي شديد وتعليق من أيهم يقول فيه على الحكومة الأردنية استعادة المواطنة المسكينة هذه بأقرب وقت والاعتناء بها نفسيا فور وصولها بعد الألم والنكبة التي شهدتها وأخيرا تعليق من حنان تقول فيه إلى الآن لم نفهم البيان الليبي هل تم اعتقال هؤلاء المجرمين أم لا لأن البيان بصراحة مش واضح دعونا نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا ينضم لينا الآن من بنغازي رئيس مجموعة العمل الوطنية دكتور خالد ترجمان دكتور خالد أهلا بك معنا دعني أبدأ معك من حيث انتهينا بهذه التغريدة إلى أين وصلت الأمور هل فعلا تم القاء القبض على المجرمين أهلا بك سيدة داليا وبقناتكم وقراء على كل حال ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع أنني تواصلت مع كافة الأجهزة الأمنية بما فيها الغرفة الأمنية المشتركة العامة حتى الآن لا يتوجد ضحية تحت أيدي أي جهاز من أجهزة الدولة الليبية سواء كانت أردنية أو غير أردنية هذا الشريط الذي تم التعامل معه هناك أقوال عدة حول هذا الموضوع أن هذا الشريط منذ سنة ماضية وشريط له علاقة بمسائل خاصة لا يجوز حتى الحديث عنها في هذا المتناول وأن هذه العملية تمت من خلال أسرة الفتاة نفسها في مدينة البيضة هذه المعلومات كذلك غير مؤكدة وغير قابلة للتأكيد الأمني تم استدعاء من تارت حول الشكوك من خلال منصات التواصل الاجتماعي والتي تصدرتها مجموعة لديها توجهات معينة ويهمها كوضع الأسافين ووضع القيادة العامة القوات المسلحة ووضع الأمن في شرق البلاد موضع شك وموضع ريبة تم استدعاء من ذكر اسمه في هذه الواقعة وتم التحقيق معه وتم التحفظ عليه ثم أطلق سراحه لأن أساسا لا توجد مجني عليها كيف لا توجد تساؤلات فيما تتحدث عنه كيف لا توجد ضحية طيب من كان في هذا الفيديو المصور دكتور خالد هناك فتاة يتم حلق شعرها هذا أولا ثاليا هناك بيان صادر من الجهة الأردنية من مزارة الخارجية الأردنية تواصلت أجهزة أمنية أردنية بالأجهزة الأمنية في ليبيا للاستفسار عن هذا الموضوع وكان الرد واضح وجلي الرد حتى الآن نحن لم يصن شك ورسمية لا من فتاة التي ظهرت في الفيديو ولا من أسرة هذه الفتاة ولا من أحد أعطانا معلومات صحيحة عن هذه الواقعة حتى من نشروا في وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق قناتكم أطالبهم بتقديم معلومات إن كانت لديهم معلومات اسم الفتاة المنطقة التي تمت فيها هذه الجريمة النكراء لابد أن يوقف من قام بهذا العمل البشع وهذه الجريمة النكراء كائنا من كان لابد أن يحاسب ولابد أن يمتل أمام الجهات الأمنية ولكن حتى الآن لا توجد لدى هذه الجهات الأمنية فتاة حتى ما قيلها بأنه تم التحفظ عليها للحفاظ على حياتها وغيرها هذه معلومات حسب الغرفة الأمنية غير حقيقية وغير واقعية إذن هذه الفتاة المجنئة عليها لدينا صورها في وسائل التواصل الاجتماعي لم يتعرف عليها أحد لم يتقدم أحد للبلاغ عن هذه الجريمة حتى من تداول اسمه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الهواري وغيره تم استدعائه وتم التحقيق معه والتحفظ عليه ولم يتبت أساسا في حقيقه أي شيء هل هناك محاولات لمعرفة هوية الفتاة حسب حديثك أنت دكتور خالد لأن هناك حديث بأنها تحمل الجنسية الأردنية وكانت في زيارة ربما عند الأهل في بنغازي قيل بأنها تحمل الجنسية الأردنية قيل بأن والدتها من مدينة البيضة وأن والدها أردني وقيل أن الحادثة وقعت في مدينة البيضة وقيل كذلك أنها وقعت في مدينة بنغازي الغرفة الأمنية المشتركة عن طريق سيد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء بوغريس أصدر تعليماته وعن طريق السيد الفريق رئيس الادعاء العسكري أصدر تعليماته من مشددة لكافة الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري عن مدى صحة هذه الواقعة وعن الفتاة وأسرتها وعن القائمين إن كان حدث ذلك وسرعة الضبط وإحذار من قام بهذا العمل البشع وبالتالي وعن طريق قناتكم أعلن للسادة الذين يتدولون هذه المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي التواصل مع الغرفة الأمنية في بنغازي للإدلاب معلوماتهم حول هذه الواقعة وسنرى بعد ذلك ما تتخذه هذه الجهات الأمنية وإن لم تتخذ الإجراءة الحاسمة لردع هؤلاء المجرمين لا بد أن يكون هناك موقف حقيقي من كافة النشطاء وكافة الحقوقيين ولكن الذي يحدث هو هذا الذي نرى قد تتكشف حول هذه الحادثة لأنه أثارت بكل تأكيد جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لك دكتور خالد ترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني كنت معنا من بنغازي ترجمة نانسي قنقر